السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد فيديو جديد اليوم جفت لكم واحد العاصر كيجي المتاق ديالو رائع عاصر اقتصادي ما كانحتاجوش لي بزف ديال المكونات كنديروه فقط بالتفاح والحمض كيجي المتاق ديالو زوين بزف انا عندي هنا يا ربعة ديال تفاحة صغار وجوج حمضة غدي يخرج لي هاد المقدار جوج يترو ديال العاصر الى عندكم تفاح كبير ديرو غير جوج جوج تفاحة كبار وجوج حمضة انا درت ربعة تفاحة صغار وجوج حمضة اهنا من بعد ما غصلت التفاح مزيان غدي نقطعو بالقشور ديالو غدي نحيد له غير هادا كل الوسط من بعد ما قطعت التفاح ديالو غدي نحيد القشور ديال الحامض هذيك القشرة الفوقانية يرقيقه نحيدوش هديك القشرة البيضة كتكون مرة هذي اللي كان حيدوصة في رقيقة هذي نستمر بهات الطريقة تنقشروا كابل غدي نقشر الحامضة التانية كناخدو القشور ديالهم بجوج انتوما كما كتشوفو غدي نضير السكور سكور كي يبقى على حسد التوق انا درت استدل المعالق غدي نضيف الماء غدي نحطه فوق البوطيطيب غدي نخليه يتب غير واحد ربوع ساعة كي ما كتعرفوا التفاح تغييك يتب خليته من بعد ما برد غدي نتحنه غدي نجيب هذيك الحامض اللي حيتلي القشور غدي نبقيه وغدي نقطعو غدي نديرو مع هذيك التفاح غدي نقطعو شرائح غدي نحيدلو العظم ديالو باش ما يمررناش العاصير صافي غدي نتحن كل شي من بعد ما تحمته غدي نصفيه صافي من بعد ما صفيته زيت معاها الريترو ديال ما بارد ريترو طاب فيه وريترو بارد هدا هو العاصير ديال ما وجد كيجي يسوين بزا في الصراحة كيجي رائع أتمنى لكم تشربوه إلا عجبكم الفيديو متنسوش لايك والاشتراك في القناة شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم